السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ان شاء الله حل كتاب جانس العمالقة ثلثة سنوي الفين اربعة وعشرين. الكتاب طبعا هينزل كله محتوى مجاني على القناة. ده الجزء الخاص بكواعد الوحدة الاولى. لو وعجبك الفيديو طبعا هتشترك في القناة وتعمل لايك وعشان ايه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. تعال نشوف هنحل ازايش. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي لما نيجي نحل فيه فيه حاجات كده قواعد ستة احنا بنحلي بها الجمل. لما بنيجي نختار فعل. لما بنيجي نختار فعل. انا هو جايب لي في الاربع احتيارات فعل. فانا عايز ايه ايه المقومات اللي انا بحل بيها عشان نختار الفعل. اول حاجة بشوف الجملة بتاعتي مضارع ولا ماضي. والله لو مضارع بيبقى الافعال اللي فيها مضارع ومستقبل. طب لو ماضي بيبقى كل الافعال فيها يائما ماضي بسيط يائما ماضي مستمر يائما ماضي تام. يعني لو جملة زمانها ماضي يبقى الفعل يبقى الافعال كلها لو الجملة زمانها مدارة يبقى الجملة الأفعالها هيئمة مدارة هيئمة مستقبل وده اسمه التوافق الزمن يبقى أول حاجة التوافق الزمن يعني تواقف التوافق الزمن مع بعض تاني حاجة توافق الفاعل مع الفاعل يعني لو الفاعل مفرد أنا عايز فاعله مفرد لو الفاعل جامع أنا عايز فاعل الجامع تاني حاجة بشوف الفاعل اللي عندي ده هو اللي عامل الفاعل ولا لا لو هو يبقى الجملة معلومة لو مش هو يبقى الجملة معلومة تعال انطبق الثلاث شروط دول على اي جملة فيها فعل كالتالي بيقول لي In 2021 I know a new house in my village طيب زمنك ايه هنا هو قالك انه زمنك موضوع بسيط طب عرفت منين قالك ان و سنة في الماضي الماضي بسيط يبقى I و سنة في الماضي AN و سنة في الماضي يبقى ماضي بسيط يبقى عندي الماضي التام مش نافع الماضي التام ما ييجيش الا ما يكون فيه فعلين يكون عندي تعقب احداث حداث اول و حداث تاني والموادي التام ده بيجي في الحدث الاول والحدث التاني بيبقى موادي بسيط وزمن الجملة بتاع الموادي يبقى ما ينفعش والمصدر دي مستقبل كانت عايزة تبقى زمن الجملة مضارة ووز بيلت ده مبني للمجهول وهو هنا هو جملة تبقى معلوم ولا مجهول يقول له اي نقط انا يحاوس انا بنيت منزل وكده الجملة معلوم يبقى انا عايز المجهول ده يطلع بره يبقى الحل بتاعي اللي هو ماضي مبسيط اللي احنا اختارناه من الاول يبقى بيلت السؤال التاني بيقول لي انتو تونتي وان بيقول لي المنزل بونيا في قريتي طبعا ان وصانة في الماضي يبقى انا عايز زمن الجملة كلها ماضي لتوافق زمن اللي احنا بيقوا عنده زمن الجملة ماضي بانطلع على المستقبل بره ونطلع على الموضي التام لان اعجز حدثين الموضي التام فاضل عندي بيلد ووص بيلد اخذ بقى بيلد ولا ووص بيلد الهوز ده هو اللي بنا؟ لا ده هو اللي هي تبني يبقى كده مجهول يبقى المعلوم يطلع بره يبقى انا عايز مجهول عشان الهوز ده هو اللي هي تبني مش ولا هي اعمل الفعل ويل وي نقط تيفي معي كازن صنان لي قرائب نقف عند ويل كده ومuisق قعدتها كده وتكتب معي ويل اولا بيجي بعدها ماضي مستمر ما بيجيش بعدها ماضي بسيط خالص غير فيرو b عند Lakshu Pio بالماضي مستمر ما كلم ايه يعني باضي ذوير gefährم يبقى اول حاجة ويل بيجي بعدها ماضي مستمر ثاني حاجة ويل بيجي بعدها ماضي بسيط من فيرو بيتو بي يقول trä I was enkaza ويل بيجي بعدها حرف جر ومكان ويل من غير فاعل بيجي بعدها فاعل اي ان جي لو كان الفاعل في الجولتين واحد تعالي هنطبق بقى بيقول لي ويل وي عدي فاعل طيب والفاعل التاني اسمه يبقى كده الفاعلين مختلفين طيب وطالما في فاعل ما ينفعش اخده ال اي ان جي ال اي ان جي في حالة وجود على موجود الفاعل وي بس كمان فيش هترفع في الجملة عشان هنا ما يقزني المفروض يبقى يرفاعل شخص واحد في الجملتين طيب جملتك ماضي ولا مضارع بيقول لي arrived ماضي طيب ما ماضي يبقى المضارع يطلع برة ويل قلنا ما بيجيش بعدها مرة بسيط خالص قال لي verb to be يبقى وطش يطلع برة يبقى الحل بتاعي where watching ويلاحظ ان وي جمع وير جمع ياريت ان تكون فاهمين الاسئلة while he was playing football هي نقط and broke his leg طيب زمن الجملة ايه زمن الجملة ماضي عرفت منين قال لي broke وقال لي was playing يبقى زمن الجملة ماضي يبقى المضارع يطلع برة اللي هي fall يطلع برة طيب falling ما تنفعش falling بعد he كمان الفعل fall ما بيجيش في الاستمرار لانه فاعله لحظي وصف ما بيجيش في الاستمرار قلنا فاعله لحظي يبقى فيل ماضي بسيط when the phone rang عندما التلفون rang I got my lunch انا كنتو بيتناول الغداء طبعا الفعل have لو جهب معنى يمتلك يبقى ما بيجيش في الاستمرار ان الما لو بجهب معنى يقضي يعني have a nice day او يتناول يعني have lunch ده بيجي في الاستمرار الاول جملته مضارع والله ماضي بيقول لي range range يبقى جملته ماضي يبقى المضارع يطلع برة والمستقبل يطلع برة لان المستقبل بيجي مع المضارع اخذ بقى had ولا was having هو بيقول ده بقى زمان الجمله هنا بقى ايه تقطع احداث ولا تعاقب احداث ولا توازي احداث يعني ايه الكلام ده تقطع احداث يعني ماضي بسيط مع ماضي مستمر توازي احداث يعني ماضي مستمر مع ماضي مستمر تعاقب احداث يعني ماضي تام مع ماضي بسيط وينزافون رانج اي نقط ميلانش عندما التليفون رانج انا كنت بتناول الغداء يبقى كده ده تقاطق احداث حلس كان مستمر والحلس انا قطع اللي هو ران التليفون يبقى هو جيب ماضي بسيط وانا عايز بقى ايه عايز ماضي مستمر لان الجملة دي كده تقاطق احداث يبقى ووزها رانج هد ما ياخدهاش لي ما هو بيقولك عندما انا رانيت التليفون انا كنت باكل كنت بتناول انما هد دي معناها ان هو خلص لو كان خلص كان هو رضى على التليفون يبقى هد ما تنفعش وانس ايه زاتة مرة وانس دي علم العلمات الماضي البسيط وينوعة لانش انزيس روستورانت تناولنا الغداء في هذا المطعم احنا قلنا وانس علم العلمات الايه الماضي البسيط يبقى هاد ستطلع برا انها مضارة وهاف تطلع برا لانها مضارة طب هافنك هافنك عايزة ووز او وير او ايام او 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 عشان هي اي انجي يبقى هاد يريد الماضي بسيط وينوعة كلمة وياتنل اتذهب إلى كلب اومن لما يجيلي الجملة ويقول انت تختار ووز او وير او داد او كده يعني تختار فرب التوبية تختار فرب تو والله لو في فعل مصدر هختار do و does و did لو كان فعل ing او مفيش خالص يبقى بختار woz او where هنا في مصدر اللي هو go مصدر يبقى انا هستبعد where لان where عايزة فعل ing where انت عايزة فعل ing طيب did ولا didn't هنشوفها بيقول لي ايه why not you go to the club yesterday because i was busy doing my homework يعني هو بيقول له لماذا لم تأتي لنادي امس قال له لان انا كنت مشغول بعمل الواجب يبقى لا يبقى هو عايز لا يبقى did did it tolع برا يبقى did not yesterday امس i went to the club انا ذهبت للنادي and قارت and الفعل اللي قبلها لازم يجي زي الفعل اللي بعدها and الفعل اللي قبلها لازم يجي زي الفعل اللي بقى لها طيب اللي قبل and الفعل went موضو بسيط يبقى انا عايز بعد and موضو بسيط يبقى مت تعرفوا ولا وشال and دي وجاب كومة كنت انا اخترت meeting كنت انا اخترت ايه meeting وما فيش meeting from seven to nine yesterday من سبعة لتسعة امس طب كده جاب yesterday وجاب معها تحديد وقت يبقى كده ده ماضي مستمر لما يجي بي yesterday بس يبقى ماضي بسيط طب yesterday ومعها تحديد وقت تحديد مدة يبقى ماضي مستمر طب فين الماضي مستمر اللي هو was doing طب ليه مش هدا هدا نقولنا لازم يكون في فعلين في حدثين طب ليه مش did did ماضي بسيط وهو هنا محدد وقت معي يسترديب مش نفع طب وقال لي يسترديب ما ينفعش مضارع my father always not to work by train when he was young when he was young دي بتدل على العادة بجيب له always كما تبقى تدل على العادة طب العادة دي في المضارع والله في الماضي العادة في الماضي طب عرفت منين when he was young بيقولك was بعادة في الماضي طب عادة في الماضي بيستخدم لها ايه بيستخدم لها الماضي البسيط طائم بإذا جمالتها اصلا ماضي يبقى الماضي يطلع بره يبقى has gone to tolع بره what is going او تطلع بره طائم اااااااااا قول له was going ولا went هي اصلا العادة هي عبر عنها بالماضي البسيط طب طب لما كانش فيه الماضي البسيط وعيز يستخدم was going ما يجي فعل المساعد كلمة التقرار بتيجي بعد الفعل المساعد يعني بتيجي بعد ووز يعني المفروض يقول لي ووز الوز جوينج يبقى ديه غلط ليه لان الوز كلمة التقرار بتيجي بعد الفعل المساعد مش قابله وين اي ويركت اي 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 از او اسطمان عندما انا اشتغلت كروبر بريد اي نقط اب ات سري كلوك افري مورنج طيب دي بتدل على العادة كل صباح بتدل على العادة يبقى انا عايز ماضي بسيط عندما بتكلم عن العادة يبقى انا عايز ماضي ايه ماضي بسيط جملتي ماضي قالك ويركت يبقى المدارة يطلع بره جت يدي يطلع بره ووز جيتنج لايه باش اصلا هنا بجايب افري مورنج بتكلم عن عادة هات جت ده ماضي تام وانا عايز حلسين بقى فيش عند حلسين حلس اول حلستان يبقى جت بس اي فلت ريلي سيك شعرته بالمرض نقط زبارتي زبارتي ده اسم الاسم بيجي بعد من في دول بيجي بعد دورنج تما تقول لنا الباقي ده بيجي بعد منه ايه وين بيجي بعدها فعل ing لما فيش فاعل وين ويكون الفاعل كمان لحظي خلي بالك وين بيجي بعدها ماضي بسيط او ماضي مستمر او ماضي تام ويل بيجي بعدها ماضي مستمر او ماضي بسيط من فوربوتو بي يقول لي ويل ايوز او ويل بيجي بعدها حرف جر ومكان يبقى دورنج هي الوحيدة اللي بيجي بعدها اسم قون بيجي بعدها فاعل ing ويكون معنى الجملة فاعل ورد فاعل يبقى قون هنا مش نفع ليه لان قون بيجي بعدها فاعل ing ويل مش نفع ليه ويل ما بيجيش بعدها اسم ويل بيجي بعدها حكات اللي احنا قلناها وين ما بيجيش بعدها اسم يبقى ده جملة كاملة وات ناط وين يور فازر ريتيرند هوم لاست نايت وايز يقول لي انت كتب تعمل ايه عندما ابوك رجع يبقى لا تقطق احداث يبقى انا عندي ماضي بسيط عايز ناحية تانية ماضي مستمر زي من الجملة ماضي يبقى المستقبل يطلع بره المزارة يطلع بره المزارة يطلع بره يبقى where you going where you doing وده اسمه تقطق احداث انت كتب تعمل ايه عندما بوك رجع الليلة الماضي my father traveled to london.22 طيب السنة لما تكون في الماضي بنجيب قبلها حرف الجر N لما يكون في الماضي بنجيب قبلها حرف الجر N طب لو ماضي تام بنجيب قبلها حرف الجر B during ما بيجيش بعدها سنة خالص during يجيب بعدها اسم طب since لما يجيب بعدها سنة بيبقى الزمن الجملة مضارعة التام طب زمن الجملة هنا ايه ماضي بسيط عرف لو قال لي has traveled كانت بقى since عرف لو قال لي had traveled كانت بقى باش add the time my father arrive في الوقت اللي قوية وصل فيه احنا كنا بنلعب شطرنج طيب احنا كنا بنلعب شطرنج دي جملة ايه جملة تقاطئ احداث كان حالص مستمر اللي قابل شطرنج والحالص القاطئ اللي قوية ايه وصل فيه طيب زمن الجملة ايه زمن الجملة ماضي طب عرفت من ايه من قرير دي ماضي يبقى المضارعة يطلع بره طيب يبقى هو تقاطئ احداث طيب اه بيقول لي where played ولا where playing هي الجملة معلوم ولا مجهول قال لي احنا كنا بنلعب شطرنج كده معلوم يبقى where played دي مجهول تطلع بره طيب اه دلوقتي تقاطئ احداث يبقى where playing عايز بقى ماضي مستمر ماضي بسيط مش نافع تقاطئ احداث ماضي بسيط مع ماضي مستمر ادم نقطة جايب يستر دي جايب معها فترة يبقى كده بيدل على الماضي مستمر يبقى where playing ويستر دي طبعا يبقى يبقى انطلع الماضي بره يبقى انطلع الماضي بره اس playing و played مهواش جايب يستر دي لوحدها اذا جايب يستر دي ومعها فترة اللي هي all day يبقى انتنفعش وهات بليد قلنا لما يكون في الهام ده حدثين حدث اول و حدث داني نقط in the office الوحيدة اللي بيجي بعدها حرف الجر ومكان هي كلمة while طب افطر افطر يجي بعدها جملة كاملة او file ing طيب on بيجي بعدها file ing automatic بس during 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 when i first not news stories i often included my own feelings and opinions جملتك ماضي او مضارة يا ريس جملتك ماضي منعرفت مني من included right ستطلع بره لانها مضارة right و written عايزة have او has او had عشان تكون عشان هي تصرف ثالت يبقى root وخدها كده قاعدة i first او i last ده بيجي بعدهم ماضي بسيط just as هي و as على طول بيجي بعدهم ماضي مستمر طب فين الماضي مستمر المضارة ده يتلع بره مضارة يتلع بره اه walking عايزة was aware was walking ده الماضي مستمر i not a will known actor when he told me to be quiet يعني انا بيقولي انا كنت بيعمل مقابلة اه مع ممثل معروف عندما اخبرني ان انا اكون ايه هادئ طيب تعالى نشوف اه تطابق الفعل مع الفعل وهنا بيقول ايه يبقى where interviewing جديد تطلع بره طب وده ايه ده تقاطق احداث يبقى interview تطلع بره لان تقاطق احداث يبقى انا عايز ماضي مستمر have interviewed مش نفعة ان الجملة زمنها ماضي يبقى was interviewing كنت بيعمل مقابلة عندما الممثل اخبرني ان انا اكون هادئ he not in alex for 10 years now he lives in baniswif ليجا عنده فور والمدة ولها قاعدة لازم تفهمها فور والمدة والحالس انتهي بقى مادة بسيط فور والمدة والحالس ما انتهاش بقى مضارقة تامة ولا تاني فور والمدة الحالس انتهي بقى مادة بسيط فور والمدة الحالس ما انتهاش بقى مضارقة تامة هو هنا الحالس ما انتهاش هو هنا بيقولي he lives ويعيش في بنiswif وكان عايش في اسكندريلا مدة 10 سنين يبقى الحالس انتهى انتهى يبقى مادة بسيط يبقى 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 ليه مش مبنية للمجهول هو ابي قرأة وتنفعش ليه مش reads لان زمن الجملة ماضي وده مضارقة وتنفعش هي مادة سام نيو فريندس نقاط هزي ستي هزي ستي ده اسم ويقول لي هو اعمال صداقات خلال اقامته في القاهرة ده اسم نبدي من佐د الدورينج وال ما يريد覺得 بعدها اسم alguن جملة كاملة وال فال إلن جيد من الفعل واحد حرف غر و اسم مكان أو اسم沒事 و Lane بعدها جملة كاملة كاملة horn until لندها جملة كاملة هذا قليلا من jos mod faz time how long ago how long so long for how long extent Since when how long ago so long would make it on the standard لماذا لتتorא لأن اخلت لك Have you اجل تصريف ثالث عشان تبقى مضارع تام. ويتكون for how long او how long بس او since when. how long اصلا بتدل على مضارع اجهو بتدل على مضارع بسيط. يبقى المضارع دا تلع برة. طب ليه مش where you? لان اعنا دي مصدر live. بتنفع. as i not home last night. as زي just as زي ويل بيجي بعدها ماضي مستمر. يبقى was walking. ليه مش هز وجد? انت عندك started ماضي. يبقى هز وجد دي مضارع تطلع برة. طب هز وجد. طب هز وجد. طب ما عنديش حدسين. عنديش حدس اول وحدس تاني. ما هوش تعقب احداث. ده دي تقطق احداث. ليه مش وجد? لان از ما بيجيش بعدها ماضي بسيط. از وجست از بيجيش بعدها ماضي بسيط. ولا ويل. الا ويل بس بيجيجي بعدها ماضي بسيط من فربيتوبية. her father was 80. كان ثمانين سنة. اه وين هي نقطة عندما هو مات. طيب. زمن الجملة ايه? زمن الجملة ماضي. ووز. بمضارع ايه طلع برة. طيب. الفعل داي ما بيجيش في الاستمرار. ما فيش حاجة اسمها يموت. ايدانه يموت كده. فالما ضاي كمان ما بيجيش للمجهول. هو الشخص نفسه اللي بيموت. يبقى ضايد. كلنا كلنا مشغولين. while i was typing the report. اثناء ما كنت بكتب الريبورت. علي نقطة for the new meeting. طيب. عندي فاعل يبقى منفعش ing. طيب. وده توازي احداث. اثناء ما احنا كنا. اثناء ما انا كنت بكتب التقرير علي كان بيعمل حاجة تانية. توازي احداث يعني ماضي مستمر مع ماضي مستمر. طيب زمن الجملة ايه? زمن الجملة ماضي اه. وانا عايز ووز بريبيرنج. طيب اس بريبيرنج لأ ليه? لان زمن الجملة ماضي مش مدارك. طيب هات بريبيرنج لأ ليه? لان ده توازي احداث ما هوش تعقوب احداث. this time last year. this time last year في هذا التوقيت من السنة. انا كنت عايش في البرازيل. طيب. كنت عايش يعني was living. was living. في هذا التوقيت من السنة. السنة الماضية. last year وجاي بعدها مع هازي ستايم. يبقى كنا حدد للوقت مع كلمة last year. يبقى كده حدد مدة مع كلمة الماضي. يبقى كده ماضي مستمر. يبقى was living. طيب. we were doing our homework while our little brother نقط تيفي. ده توازي احداث. احنا كنا بنعمل الواجب. واخويا كان بيتفرج قاعد تلفزيون. طيب احداث يعني ايه? يعني ماضي مستمر مع ماضي مستمر. يبقى was watching. had watched لقى ليه لانه مش تعاقب احداث. watched لقى ليه لانه زمان الجملة ماضي. ودي مضارة. was watching دي مضارة. my mother not at the house work when i returned home. so i helped here finish that work. ام كان بتعمل شغل المنزل. لما انا رجعت. لذلك انا ساعدتها. يعني معانا كده ان انا الحيطة وهي اللي ستشتغل. يعني معانا كده ده تقطع احداث. كان في حالة مستمر. وانا جيت وساعدتها. طيب. اه تقطع احداث يعني ماضي بسيط مع ماضي مستمر. في الماضي البسيط اللي هو return it. يبقى انا كده عايز ماضي مستمر. في الماضي مستمر اللي هي was doing. طب هاد ده نلقى ليه? لان زمن الجملة ماضي ودي مضارة ما تنفعش. طب هاد ده نلقى ليه? لانه مش تعاقب. ده تقاطع. طب is doing? مضارة تطلع برة. زمن الجملة ماضي. it is time. it is time. it is time. من غير فاعل يجي بعدها طول مصدر او four واسم. تاني تاني. it is time من غير فاعل. يجي بعدها طول مصدر او four واسم. طب لو it is time وفاعل. يجي بعدها ماضي. بسيط. ماضي بسيط. يعني بيجيش بعدها آآ مضارة خالص. ده اسم الماضي الوهمي. في فاعل اهو. طب اما it is time جاي بعدها فاعل يبقى ماضي بسيط. بيجيش بعدها ابدا مضارة ولا مستقبل. ولا ing. يبقى انت انصر زفون. هو ما قدرش يرد على التليفون بكوز هي نوعة اشاور لانه كان بيتناول شاور. حد يقول ان الفعل هاف ما بيجيش في الاستمرار اقولك لا يا حبيبي هاف بمعنى يمتلك ما بيجيش في الاستمرار. انما هاف بمعنى يقدع ويتناول يجي في الاستمرار. وانا معناها يتناول شاور يعني ياخد يعني دش يعني. يبقى كده يجي في الاستمرار. ده. طب ده ايه ده تقطو احداث مقدرش يرد لانه كان بيعمل حاجة. ماضي مستمر. زمن الجملة ماضي يبقى ما ينفعش هاز. ما ينفعش هاد. لان هاد ما فيش فرج زمن بين الافعال. وهاد هاد ده كده ماضي تان ما ينفعش ما هوش تعاقب. لان لو كان هو خد الدوش قبل ما يرد. اه كان رد على التلفون. قبل ما التلفون يرين كان رد. ما هو ما قدرش يرد لان وكان بياخد الدوش. ويركنج اوارز. ويركنج اوارز معناها ساعات العمل. ساعات العمل. بدأ اسم. الاسم بيجي بعد مين? بعد دورنج. عرف لو بشارت الاورز. كنا كدتنفع وقدتنفع 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 افتر برضو. انما هنا دي بقت ساعات العمل. طب افتر من غير فعل يجي بعدها انجي. طب دي انجي هي لا يا باشا ما هيجي بعدها اورز. ده ترجمت ايه ترجمت العمل? ولا ساعات العمل? لا ترجمت ساعات العمل. لو كانت قلت انجي بس كانت تنفع مع افتر وتنفع مع ويل وتنفع مع ان وتنفع بفور وتنفع وين. طب ويل برضو مش هتجي مع اسم لان ده اسم ده كده مش انجي ده كده اسم. طب ان. ان عايزة برضو فعل انجي. بقى ويل تطلع برة. وان تطلع برة. حد يقول لي ما الانجي هي عم. اقول لك لا يا باشا ما هو تبعها بكلمة اورز. وانا ما جيت ترجمت. ما ترجمتش اه العمل او اقامة او اه مذاكرة. لا ده انا قلت ساعات العمل. ما ترجمتش الفعل الانجي الاول. لا ده انا ترجمت الاسم اللي جاي بعد منه الاول. وخلا ما ما ترجمتش الانجي الاول. لو ترجمت الانجي الاول. يبقى كانت تنفع افتر وويل وون وبيفور وويل. انما لو ترجمت الاسم اللي جاي بعد الانجي الاول. يبقى كده ده كده بقى اسم. بقى دورنج. اه تفايف وكولوك لاست من دي. طيب. لاست من دي ده اه دل على الماضي وجايب توقيت محدد. يبقى انا عايز كده ايه? عايز اه اه ماضي مستمر. عايز ايه ماضي مستمر. طيب. لكن الماضي مستمر ما بيجيش من فير بيتو بي. قال لا في حالة واحدة. ان هو يقول لك يعمل كا. او يتظاهر بانه كزا. يعني شي ووز بينك اه دكتور. هي بتظاهر ان هي ايه دكتورة. شي ووز بينك اه اكليفر. هي بتظاهر ان هي زكية. طيب. يبقى انا هنا هي اختار ايه? وهنا زمن الجملة المفروض يبقى ماضي مستمر. بس الفير بيتو بيجيش في الاستمرار. قال في الحالتين اللي انا قلت لك عليها دي. يتظاهر بي. على يتظاهر بانه كزا. يبقى انا هشيل المستمر وحط ايه حطه بسيط. طيب. اي تاخد ووز. طبعا اي ما بيجيش مع وير. طيب. هات بين. اه ده كده ما ينفعش لان ده ماضي تام. وانا عايز دلوقتي دي زمن الجملة المفروض يبقى مستمر. فيتحول لما ده بسيط مع فير بيتو بيجيش في الاستمرار الا في حالة يتظاهر بانه كزا. اي درازر. اي درازر من غير فاعل مصدر. طب اي درازر مع فاعل ماضي بسيط. طب اي درازر مع فاعل وكلمة ماضي ماضي تام. يعني اي درازر من غير فاعل اختار المصدر. اي درازر وفاعل يبقى ماضي بسيط. طب اي درازر وفاعل ومسلا يصدر دي يبقى ماضي تاني. ايد رازر اه وفاعل كده ما يجيش بقى لها مضارق خالص. بنعايز ماضي بسيط او ماضي تاني لو في كلمة ماضي. طيب وهافنت دي مضارة تطلع بره وهازنت مضارة تطلع بره. يبقى دي دي بارك. يبقى ده ده ماضي بسيط. الممثل اه لم يرد على اي اسئلة. طيب. عندك انش. اني دي اي. يعني عايزة نافش. يبقى وانت دي مش نافع. طيب. اكتر ده. اه ما يجيش معه دونت. يجي معه دازنت. طيب. نيفر. نيفر عايزة فعله مصرف. والاكتر ده اه مفرد. يعني يقول نيفر وانت او نيفر وانتد. طيب. يبقى ديد انت وانت. لم يريد ان يجيب على اي اسئلة. ان زوز دايز. زوز دايز دل على المواد البسيط. طيب. انا عايز بقى كده. فعل المواد بسيط. عشان زوز دايز دي ودل على المواد بسيط. يبقى روت. اه اي رتير ند هوم وان ماي مازر ووز انا رجعت البيت عندما امي كان بتعد الطعام طيب وين هنا معناها ايه انا رجعت عندما امي كانت بتعد. يبقى اوين هنا جاي بعدها ايه يا الباشا جاي بعدها مواضي مستمر. طب مين في دول يا حلوين بيجي بعدهم مواضي مستمر. از بيجي بعدها مواضي مستمر. افتر بيجي بعدها مواضي بسيط او مواضي تام. طيب. ويل بيجي بعدها مواضي مستمر. يبقى الاجابة بتاعت ايه وسيل اللي هي رقم دي. my mother not for market just now. just بس علامة العلامات المضارعة التام. انما just now وعلامة من علامات المواضي البسيط. يبقى فين المواضي البسيط هنا يا باشا? يبقى left. not i see you in the post office the other day. the other day علامة من علامات المواضي البسيط. يبقى دونت تطلع بره. تطلع بره. طيب. فاضل didn't wasn't. اختار من فيهم. والله لو في مواضي مصدر هتختار didn't. مفيش فعل. ايه هتختار wasn't. هو لسي اهي مصدر. يبقى le didn't. طيب wasn't لقى ليه? لان لفوزنت بتجي. يعني معناها ing. يقيمة من غير فعل في الجملة. while i not at school suddenly an irse quick took place. بينما انا كنت في المدرسة وهنا بتترجم على انها كنت. مش معناها انها تظاهر. يبقى ووز بينج تطلع بره. طيب. واي متلفاش على طول مع بينج. واي متخدش وير. يبقى ووز. انت مش قلت النويل بيجي بعدها موضي مستمر. ايه يا باش. بس قلت لك النويل بيجي برضو بعدها موضي بسيط من verb to be. i saw a lot of tourists while not in luxor. اثناء ما كنتو في luxor. انت مترجم في verb to be على انه كنتو ولا يتظاهر على انه? لأ ترجمتو على انه كنتو. طيب. اه خلي بالك بقى. انه ويل اه مفيش بعدها فاعل. وطالما ما فيش بعدها فاعل نجيب الفاعل ing بس بشرط ان يكون الفاعلين اه واحد في الجملة. طب هو من اللي شاف انا. طب من اللي كان في اللقصور برضو انا. يبقى كده ويل مفيش فاعل يبقى انها مش معناها يتظاهر معناها كنتو. جملة انا معناها كنتو. ما اخدش وزلي لان انا فيش فاعل. طب لو كان في فاعل كنت اخدها? اه. طب هاد بين. ده مش تعاقب احداث. ده انا عايز تقاطب احداث. نقعد ديديو ستادي انجلش. انا قلت هاولونج اجو. ده موضي بسيط. وفور هاولونج اه موضي تام. وهاول اه موضي تام. و هاولونج برضو موضي تام. و موضي 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 يبقى دي انت تطلع طيب فضل ايه فضل aren't wasn't و weren't طيب زي ما بيجيش معه wasn't لانه الوز دي مفرد و زي جامع aren't ولا weren't طيب قمليته ماضي ولا مدارة قالك زي where وير دي بقى ماضي يبقى aren't تطلع برا يبقى الاجابة weren't are you going to tell what happened or would you rather i not hear would rather وبعدين فاعل يبقى انا عايز ماضي بسيط يبقى told i as well as my friend this not much yesterday morning طيب الربط as well as الفاعل بتاعه بيتبع الفاعل الاول as well as الفاعل بتاعه بيتبع الفاعل الاول طيب الفاعل الاول فين اللي هو i طيب i ما بتجيش معها where طيب هو بيقولك انا اصدقائي كنا بنعمل شات yesterday morning جاب yesterday كلمة الماضي وجاب معاه تحديد الزمن تحديد المدة يبقى كده ماضي مستمر يبقى ووش شاتنج شاتد لا قال ايه لان ما كانش قال morning كان قال يستر دي بس طب هات شاتد لا قال ايه لان ما عنديش حلس اول وحلس تانيش ايه 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 زمن زمن الجملة ايه باشا زمن الجملة ماضي عارفت من المن اسقد بقى شوف اي كلمة ايه بقى شوف اي كلمة كده تدل على الزمن يبقى المدارة دا يطلع برة ام هافنجر تطلع برة و هاف هنا معناها ايه باشا يتناول ولا يمتلك لا هاف هنا معناها يتناول يبقى تجي في الاستمرار عادي طيب ايه تقاطع احداث ولا تعاقب احداث ولا توازع احداث دا تقاطع احداث و احنا كنا منتقى بيقولك لما كنا مناخد العشة لما منتعشة ايه عادل وصل يبقى كده تقاطع احداث يعني ماضي بسيط مع ماضي مستمر فنه ماضي بسيط اللي هو arrived فنه ماضي مستمر اللي هو was having هاد لأ ليه لان دا تقاطع احداث ما هو السرد احداث طيب هاد هاد لأ ليه لانه مش تعاقب دا اه تقاطع طيب عرفت منيه انه هو تقاطع انه هو بيقولك و احنا كنا منتغدة بنقل العشة عادل وصل عشان كده انا رحبت بيه انه هو يشارك معانا الوجبة when i went to the workshop لما وصلت الورشة زميكانيك نقط my car so i had to wait الميكانيكي كان بيصلح العربية لذلك انا اتطريت ان انا انتظر تمام طيب اه كان يصلح يعني انا وصلت وهو كان عمالي يصلح يبقى انا كده تقاطع احداث حلس في المواد البسيط اللي هو went يبقى انا عايز الحلس تاني في المواد المستمر اللي هو was repairing طيب اتطلع عبارة لانها مضارة وزميلكم لماضي ش طيب repaired ده تصريف تالت اه ما يجيش تصريف تالت اه 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 ربيرد ده ماد بسيط او تصريف تالت لو تصريف تالت هيجيب قبل منه هاذ او هاد طيب لو هو ماد بسيط اه هقول له ما كنتش انا هنتظر كان خلص طيب had repaired ما هوش تعاقب احداث ده تقاطع احداث while i not ill i lost a lot of weight and became so sin كلام جميل اثناء ما انا كنت مريد انا فقدت كثير من الوزن طيب احنا قلنا ترجمناها لانها يتظاهر ولا يكون لا ترجمناها انه يكون طيب يوقتها يتظاهر يطلع بره Если one was being طلع برة لانه بيجي فى بيجي في المستمر لما يكون معناه يتظاهر بانه كذا طيب جملتك ماده ولا مدادة جملته ماضي بنесте بايadamente ات 문제가 에يضع بره طيب او انت عندك حدثتين ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مغاش تعقب احداث. ده يتقطع احداث. اثنان ما كنت انا مريض حصل كزا كزا كزا. يبقى ووز. طب ليه ووز ما جاتش في المستمر الاصلي فير بيتو بيه. معنى يكون ما يجيش في المستمر. انما بمعنى يتظاهر يجي في المستمر. what time not it when your father arrived? قملتي ماضي. يبقى تطلع بره. قلت انها ماضي. وقال لك arrived. يبقى هزا تطلع بره. لانها مضارة. دد ولا ووز يا باشا. اولا انا ما عنديش فعل. ما عنديش مصدر. يعني دد تطلع بره لان دد عايزة مصدر. يبقى ووز. زي مومنت ايسوه في اللحزة اللي انا شفتها. هي كانت بتعمل ايه بتغسل. بعد كده الشي ايروند هير سكرس. كوت الجباب بتاعتها. يبقى ده في اللحزة اللي انا شفتها. انا شفتها يبقى ده تقطع احداث. كانت بتعمل حاجة وانا شفتها. قطع احداث يبقى ماضي مستمر. في الماضي مستمر يبقى ووز دوينج. طيب. ومضارة يطلع بره لان زمان الجملة ماضي. سو. وإيس دوينج مضارة تطلع بره. طيب. دد. ما تنفعش لان دد دي يبقى سرد احداث وده تقطع احداث. I was washing my dad's car. طيب. والله انت بتقول لي ووز. يعني انت كده بتكلمني فين يا باشا. بتكلمني في الماضي. يبقى تنور تطلع بره لانها مستقبل. طيب. وبي. وآآآ. فترة في الماضي يبقى ماضي تام تطلع بره. طيب. ويستر دي لوحدها هي كده بقت ماضي بسيط. وزمن الجملة ماضي مستمر. يبقى يستر دي تطلع بره. طيب. زمن مع كلمة يستر دي مدة مع يستر دي يبقى كده ماضي مستمر. يبقى اتت يستر دي. از زي نقطة زي تور جايد اه سام وان نقط زير اه ماني طيب از بيجي بعدها مواضي مستمر حلو الكلام يبقى احنا نطلق ار لسننج برا ونطلق آآ لسننج برا وكمان هنطلق ووز لسننج لانه ووز ما بيجيش مع زيش بوافق الفعل مع الفعل. يبقى وير لسننج وبعدين استول. اثناء معنا ما كنت بطبخ. كان بيغسل السيارة. ده ايه ده توازق احداث يعني الاتنين حدثوا في نفس الوقت. يبقى اكشن وير ات the same time. نيجى على اسئلة الباسف. الماضي البسيط في المبنى المجهول بيبقى ازاي بيبقى ووز او وير والفعل والتصريف الثالث. ووز او وير والتصريف الثالث. دايما المجهول بيبقى احد تصريفات فوربوتو بي والتصريف الثالث. المجهول عمويا بيبقى احد تصريفات فوربوتو بي والتصريف الثالث. احد تصريفات فوربوتو بي يعني في الماضي البسيط يبقى was aware و بعدين تصريف الثالث طيب في الماضي المستمر يبقى was aware و being والتصريف الثالث تعال نشوف جملتنا الاول معلوم ولا مجهول هي نقط guilty of safe يعني هو وغي ده مذنبا بالصركة طيب يبقى هو كده ده مجهول ما هواش معلوم ما هواش معلوم يبقى زمن الجملة كده مجهول يبقى found تطلع بره لانها معلوم had found معلوم was found مجهول was finding ده معلوم وبقى انا عايز مجهول يبقى was found that building ما لما للفعل build طبعا المبنى مش هيبني هيتبني يبقى كده بقت مجهول مجهول قلنا احط تصريفات verbotubi والتصريف الثالث طيب زمن الجملة زمن الجملة ماضي طيب ماضي يبقى المدارعة يطلع بره يبقى has been built ده مجهول من المدارعة التام يطلع بره طب is being built ده مجهول من المدارعة المستمرة يطلع بره طب is built مجهول من المدارعة البسيط يطلع بره طب was built مجهول من المدارعة البسيط بهذه الإجابة أثناء الحفلة كانت بتتعامل إحنا كنا مشغولين قلنا بيجي بعدها ماضي مستمر بس الحفلة مش هتعد نفسها يبقى كده مجهول يبقى نعايز الماضي المستمر ويكون مجهول إذ بريبيرت ده مجهول من المضارع البسيط طيب was being بريبيرت ده مجهول من الماضي التام لا, was being بريبيرت ده كده غلط المفروض يقول لي had been بريبيرت ده كده غلط طيب ما الwas being كتبقى was being بريبيرت طيب ما فروض تبقى was being بريبيرت عشان تبقى مجهول من الماضي المستمر اللي هي رقم C طيب was بريبيرت ده المجهول من الماضي البسيط يطلع بره أنا عايز مجهول في الماضي المستمر يبقى was being بريبيرت طيب وبعد أنتل يجي مضارع بسيط او مضارع تام دي قاعدة طيب لو هيربط من قزمة ماضي بقابلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام طيب هنا أنتل بعدها ماضي تام يبقى هو عايز قابلها ماضي بسيط يبقى المضارع يطلع بره والمستقبل يطلع بره طيب هو هيكافئ ولا هيتكافئ هو هيكافئ ويقولك هو مش هيكافئ لحد ما هو ينظف العربية جيدا طيب didn't reward دايما يعني هو مش هيكافئ لا احنا عايزين يقول هو مش هيكافئ يعني هو مجهول wasn't rewarded while my car الكار طبعا مش هتصلح نفسها يبقى كده مجهول while بيجيب عليها مجهول مستمر مال مستمر مال مستمر فين يبقى was being repaired had was repairing ده معلوم had repaired معلوم وrepared معلوم زى see في نوعات الرس اللص مش هيقبض يبقى كده مجهول يبقى المعلوم يطلع بره يبقى الرسد معلوم تطلع بره was arrested هذا الرسد معلوم تطلع بره was arrested my son didn't know what he not in his trip to china their food were different او ما كانش يعرف هو بيجيب يغذب ايه يبقى الطعام كان مختلف طيب يبقى كده ايه كده مجهول طيب فين مجهول بقى was feeding ده يغذي هو بقولك ما كانش عارف هو بيتغذى ايه يبقى كده مجهول انا عايز was feeding ده معلوم تطلع بره طيب و is fed مجهول في المدارة تطلع بره في المدارة البسيط و has been fed مجهول في المدارة التمتلع بره يبقى was being fed ده مجهول في الماضي المستمر طيب we couldn't enter the room because احنا مقدرناش نخش الحجرة لانها كانت بتدهم طيب يبقى كده مجهول was being fed هتطلع بره لانها معلوم had been fed تطلع بره لانها معلوم طيب زمن الجملة ماضي يبقى have did تطلع بره لانها مجهول مجهول من المدارة يبقى was being fed ده مجهول من الماضي المستمر one of our classroom one of بيجي بعدها اسم جمع لكن الفعل مفرد اسم جمع لكن الفعل مفرد يبقى have did تطلع بره لان have did كده جمع طيب الجملة معلوم ولا مجهول الجملة مجهول لان الشباك مش هينكسر شباك مش هينكسر خلي بالك ان windows دي جمع يبقى مينفعش خلي بالك ان الرقام ايه اللي احنا اشتبنا عليها have تطلع بره لانها مدارة ويستر دي ماضي طيب has هذا مش نفع لان windows دي جمع وهذا مفرد طيب was broken احنا قلنا ان الفعل مفرد خلي بالك احنا مش نجيب على وندوز ونجيب على وان اوف قلنا وان اوف بيجي بعدها اسم الجمع لكن الفعل مفرد have تطلع بره وhas تطلع بره لان يستر دي موجود have has has ثلاثة دول يطلع بره يبقى was broken طيب خلينا was broken ليه لانه was broken مفرد تبع الكلمة وان اوف وان اوف يبقى بعدها اسم جمع وفعله مفرد والزامة بتاعي ماضي yesterday day يبقى انا هيخد was broken الثلاثة الاولين دول مدارة ما يفعوش did you go to the party بيقولك انت روحت للحفلة لا انا لقى ايه انا لم ادعاه لم ادعاه يبقى انا عايز مجهول طيب فين المجهول didn't invite معلوم و hadn't invited معلوم و invited معلوم يبقى wasn't invited مجهول a new branch of the national bank of Egypt فرقه جديد من البنك في مصر اسسة مجهول طيب مجهول was establishing معلوم تطلع بره established معلوم تطلع بره has been استبلش دي مجهول و was established مجهول مضارع ولا ماضي يبقى المضارع يطلع بره يبقى الماضي ببسيط قال لي اسئلة على كلمة used to ايه حكاية used to باختصار كده used to لو جاب لها عاكل يبقى معناها اعتدى على لو جاب لها غير عاكل يبقى معناها يستخدم لي لو جاب لها عاكل ومعناها اعتدى على يبقى يجي بعد used to المصدر لو used to جاب لها am او is او r او uz او where او grow او become يبقى جاي او get يبقى جاي بعدها فعل ing او اسم used to لما يكون جاب لها غير عاكل لازم يجي قبلها am او is او r ما ينفعش يجي قبلها got ولا become ولا grow وفي الحالة دى بيجي بعدها المصدر وبرضو used to لما يجي قبلها am او is او r وبعدها for بيجي بعدها فعل ing وكده يبقى معناها يستخدم لي طب هنا معناها ايه جاي قبلها عاكل يبقى هنا معناها هتدعى على طب جاي معها مصدر اللي هو play يبقى عايز used to بس get used to عايز فعل ing get used to عايز فعل ing didn't used to ده في الانجليز القديم وينفعش تقيبها في الامتحان طب هي صح ولا غلط لا هي صح بس ما بتجيش في الامتحان وما ينفعش يجيبها لان كده بيلغبط الطالبة يعني didn't used to صح و didn't used to صح طب مين يلقى صح في الامتحان لو جابهم الاثنين didn't used to طب لو جاب لي didn't used to بس كده هتبقى صح خلاص طب في الامتحان اعمل ايه قالك هتختار didn't used to ما فيش didn't used to في الامتحان خالص طيب كده معناه يعتدى على طيب و جايب ing use the to بس بيجيب بعدها المصدر طب gets use the to بيجيب بعدها ال ing و ما ينفعش gets my i طب didn't used to برضو قلنا دي اديم انجليزي اديم يبقى am used to i used to smoke اعتدت ان ادخن يعني ده معناه ايه؟ معناه ان انا ما عندش بدخن طب اقولها ازاي ديا i no longer do او i don't smoke any more او i don't smoke any longer طب لانها عادة في الماضي و ما عندش بتحصل للوقت يبقى i no longer do it طب i not school on foot it is my habit to walk everyday ده من عادة ان انا امشي كل يوم يبقى هو عايز عادة في المدارة طب never go ما بامشيش اذا كان هو بيقول لنا من عادة ان انا امشي كل يوم طب usually went دي على في الماضي كان متعود في الماضي ان هو يمشي على المدرسة ويقول لك دي ما عادة دلوقت ان انا بامشي كل يوم يبقى ما ينفعش لو كان متعود ان هو يمشي يبقى دلوقت ما بيمشيش طب i am used to going ولا used to go انا كنت متعود يبقى ما ينفعش برد على في الماضي يبقى am used to go انا متعود ان انا امشي وده ما عادتي ان انا بامشي كل يوم دي على في المدارة الطابق when she left in japan عندما عشت في اليابان she had to get used to طب get و used يبقى انا عايز to وال-ing جاب قبل used كلمة get أو was أو where أو become أو am أو is أو are يبقى انا عايز to وال-ing she used to be active but now but now ده اسمه الـ reverse بتاع used to يعني ايه الـ reverse يعني انا بشوف الفعل اللي جاي بعد used to لو هو verb to be يبقى بجيب am أو is أو are ولو هو مثبت بخليها الناحة تانية من في ولو فعل عادي بجيب do أو does ولو هي مثبت بخليها من في طب هنا ايه جاي بعد used to جاي في فيربي تو be يبقى انا عايز am أو is أو are am أو is أو are طيب used to مثبتة يبقى انا عايز am أو is أو are تكون من في طيب ومعشي بis والنفي توب isn't طيب شوفوا الجملة التانية هتوضحها يبقى بطناه وديا لو الفعل اللي جاي بعد used to verb to be هنجيب am أو is أو are لو هي used to مثبتة هنخليها من من فيين طيب لو جاي بعد used to فعلة تانية غير غير فيربي تو بي يبقى نستخدم do و does طيب لو هي مثبتة هنخليهم من فيين I used to play قادي فعلة تانية هم هوا جربي تو بي يبقى انا كده بعد بطناه I used don't don't أو doesn't I used don't أو doesn't I used don't أو doesn't ما ينفعش isn't لان اللي جاي بعد used to جاي كلمة بلي مش جاي verb to be didn't ما بناخدهش خالص لان احنا بنقول ناو ناو دي مضارة يعني is أو are أو do أو does طيب هناخد بقى don't ولا doesn't هو بيقولي I يبقى don't I used to say animals but now she loves لكن هي الوقتي بتحب يبقى كانت متعادة انها بتحبش طيب معتادة انها لا تحب يبقى didn't use to like ما كانتش معتادة انها تحب ما كانتش معتادة انها تحب في الماضي لكن دلوقتي هي بتحب طيب هي نوعات زهوت وزر طيب احنا قلنا am أو is أو are أو was أو where وget وgrow وbecome يجي بعده used to وبعد used to يجي بعدها فعل ing أو is هنا جاي اسمه اللي هو 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 توزر يبقى used to دي ما يتنفعش لان دي بيجي بعدها مصدر تنفع is used to ماشي وتنفع get used to ماشي انما is using دي معناها هيستخدم ما تنفعش طيب ينفع is used to وجت used to طيب جت بقى مش هتمش معاه لان جت دي فعل جامع وهي فعل فعل مفرد ومش نفع يبقى is used to it is time قلنا it is time من غير فعل يبقى to والمصدر طيب it is time for يبقى is طيب it is time وفعل يبقى ماضي بسيط طيب it is time وزي اهي فعل يبقى ماضي بسيط يبقى went it is time ومن غير فعل يبقى to والمصدر او for واسم طيب i wish i wish اهي طول مصدر من غير فعل طيب لو في فعل يبقى ماضي بسيط طيب لو في فعل وكلمة ماضي يبقى ماضي تام طيب لو في فعل وكلمة مستقبل يبقى could او would طيب i wish ما فيش فعل يبقى to والمصدر طيب i wish وفي فعل يبقى ماضي بسيط يبقى put طيب i wish اه وفعل وكلمة ماضي اللي هي last year يبقى ماضي تام اي drazer من غير فعل يبقى مصدر طيب i drazer وفعل يبقى ماضي بسيط طيب i drazer وفعل وكلمة ماضي يبقى ماضي تام يبقى i drazer من غير فعل يبقى مصدر اي drazer وفعل اي drazer وفعل يبقى ماضي بسيط يبقى مت طيب اي drazer وفعل وكلمة ماضي اللي هي yesterday يبقى ماضي تام ماي واتش نوع داون لاست ويك طيب الفعل يتعطل اللي هو break down دا ما بيتبينيش للمجهول ما بيتبينيش للمجهول يبقى وز broken تطلع بره طيب ايه broken دي عايز اقبلها هاف او هاذ او هاد تطلع بره طيب هاد broken ما تنفعش لان الرجل قال لي last week دا ماضي بسيط ودا ماضي تام ما تنفعش انا عنا ننضيش حدثين يبقى broke بس ماضي بسيط cotton نقط closes واجهز يقول ان القطن بيستخدم للملابس بيستخدم ليه يعني ايه يعني is used to والمصدر او is used for والفعل ing is used to والمصدر ب is used to make طيب ما لقيه is used to making دا كده معناها معتادة على الاولانية لفرقم ايه يستخدم ليه فرقم بي كده معتادة على طيب رقم c معتادة على حاجة في الماضي طيب رقم d معتادة على معتادة على برضو 85 while i was studying english اسنما كنت بدأ بذل انجليزي and نقط حلو قوي طيب احنا قلنا قادة and ان اللي قبل اللي بعدها زي اللي بعدها الفعل اللي قبل ها زي الفعل اللي قبل ها اللي قبل ها ايه اللي قبل ها was studying طيب اللي بعدها اجيب was listening لا قال لك او اتقرر الفعل لما بيكون الفعل واحد يعني i was studying english and اجيب فعل ing مكرر الفعل المساعد ليه لان انا اللي بقى ملحك تان خلاص يبقى ما ينفع was listening لان الفعل المساعد ليس هيتكرر و listening ليس نفع خالص لان و ليس مع i لان الفعل اللي قبلها studying ing يبقى listening not doing our homework we handed it out to our teacher الجمل دي بقى جمل جميلة جدا وعايزة تتشرح on بيجي بعدها فعل ing في المعلوم ماشي وبيجي بعدها being والتصريف التالت في المجهول اكتب الحاجات دي الحاجات دي مش تلاقى في اي حتة تانية on في المعلوم بيجي بعدها فعل ing في المجهول بيجي بعدها being والتصريف التالت having بيجي بعدها التصريف التالت في المعلوم بيجي بعدها being والتصريف التالت في المجهول أنا أعرف الجملة إزاي إن لا هي معلوم ولا مجهول والله لو المفعول في الجملة الأولانية يبقى الجملة معلوم مش في الجملة الأولانية يبقى الجملة مجهول هو بيقول لي بعد ما أنا عملت الواجب دي الجملة الأولانية يبقى الواجب ده أهو المفعول أهو موجود في الجملة الأولانية يبقى كده الجملة بتاعتي إيه معلوم المفعول في الجملة الأولانية يبقى كده الجملة ايه؟ معلوم بعد ما عملت الواجب احنا سلمناه للمدرس يبقى كده الجملة معلوم ليه؟ لان المفعول في الجملة الاولانية طيب ON BEING ما تنفعش تيجي لان هي عادة تصريف ثالث وبعدها وكمان بتكون ايه؟ لما تكون ON BEING والتصريف الثالث بتبقى مجهول ومش نفع طيب الفعال ING ده بيجي بعد مين؟ الفعال ING ما بيجيش بعد ON BEING ON BEING بيجي بعدها تصريف ثالث وهابين بيجي بعدها تصريف ثالث وبتبقى مجهول وهابين بيجي بعدها تصريف ثالث وبتبقى معلوم يبقى ON بتيجي بعدها في عادة ING وبتبقى معلوم done done طيب المفعول موجود في الجملة ولا لا؟ في الجملة الاولانية ولا لا؟ لا مش موجود يبقى انا كده الجملة الاولانية دي مجهول خلاص؟ ماشي ON ما بيجيش بعدها تصريف الثالث ON BEING بيجي بعدها تصريف الثالث في المجهول طب have been يبقى على التصريف التالت having been ما ينفعش ليه ما ينفعش؟ لأن المفروض تبقى having been طيب having been ويبقى التصريف التالت ويبقى كده مجهول طب having بيجيب على التصريف التالت ويبقى معلوم يبقى on being يجيب على التصريف التالت ويبقى مجهول إنما having والتصريف التالت بتبقى معلوم طيب جملتي بقى معلومة ولا مجهول انا قلتلك ان المفعول مش موجود في الجملة الاولانية يبقى مجهول طيب يعني هافنج مش نفعة ليه لان المفعول مش في الجملة الاولانية يبقى ما هيش معلومة يبقى هي مجهول يبقى ام بينك ومعناها بعد ان عمله الواجب سلمة الى كذا لمدرس طيب visiting hours هو انا دلوقتي ترجمت زيارة ولا ساعات الاول ترجمت الساعات الاول يبقى كده ده اسم طب فين الاسم بيجي بعد مين يا راي اسم و visiting de ing قولك لا ده visiting hours على بعضها كده اسم يبقى ما ينفعش on on عايزة بعضها ing و after عايزة بعضها ing و why بعدها ing وده مش اي ing ده اسم طيب شال hours كان ينفع التلاثة التانية دول يبقى during هي اللي بيجي بعدها اسم not any bread no i bought some طيب ده سؤال السؤال ما ينفعش يبدأ ب you طيب طيب did you buy any bread هل انت اشترت اي خبز هيقول لأ انا اشتري بعضهم مش نافع where you buying هل انت كنت تشتري خبز هيقول لأ انا اشتري بعضهم برضو مش نافع طيب didn't you buy هو انت مشتريتش خبز قالوا no i bought some انا اشتريت بعضهم arrested نفس القصة طيب المفعول موجود في الجملة الاولانية ولا لا لا المفعول مش موجود في الجملة الاولانية يبقى انا عايز بجده جملة مبنية للايه للمجهول طيب during بيجي بعدها اسمه وده تصريف ثالت الرستد ده تصريف ثالت يبقى during مش نافع during on being بيجي بعدها تصريف ثالت بس بتبقى معلوم ولا مجهول بتبقى مجهول طب while وينا بيجي بعدها تصريف ثالت ويجي بعدها فعله ing طب having بيجي بعدها تصريف ثالت وبتبقى معلوم يعني having تصريف ثالث معلوم تصريف ثالث مجهول أنا جملة معلوم ولا مجهول أنا جملة كده مجهول يبقى on being arrested بعد أن قبيض عليه اللص وخذ إلى السجن وكده نكون خلصنا جزء الجرامر اللي على الوحدة الأولى من كتاب جانس 2024 كتاب العمالقة وطبعا لو عجبك الفيديو واشترك علشان نخلي الكتاب ينزل تماما كاملا محتوى مجاني كل الناس تنتفع به ولو عجبك الفيديو واستمتعت به وفهمت أي حاجة من الشرح اكتب لنا أي حاجة في التعليقات عشان نقدر نكمل الكتاب ويبقى مجاني للناس كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته